اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة بداية الفضائية حياكم الله عبر البرنامج الطبي ذرية كلينك أعزائي المشاهدين نأخذ هذا التعريف بصوت الزميل أحمد السويري ثم نعود ضيف هذه الحلقة الدكتور عبد الكريم بن سعيد المقادمة استشاري طب الأطفال وطب المراهقين أستاذ طب الأطفال وطب المراهقين المشارك بجامعة الملك فيصل رئيس وحدة طب الأطفال وطب المراهقين في مركز ذرية كلينك حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى باسمي واسمكم نرحب بضيفنا الدكتور عبد الكريم المقادمة حياك الله يا دكتور حياك الله يا دكتور فارس بداية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للارب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نقول اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا أتقدم لك بخالص الشكر والتقدير ولقناة بداية على هذه الاستضافة خاصة وأن موضوعنا اليوم موضوع مهم وفي اعتقادي أنه يهم كل بيت واسمح لي أن أتوجه للمشاهدين بكلمة بسيطة إخوتي المشاهدين وأخوات المشاهدات قد لا أكون أفضلكم في التحدث عن هذا الموضوع لأن موضوع الشباب هو في مناطق اهتمامات كثير من التخصصات في المجتمع مثل علماء الاجتماع الأطباء السيكولوجيين أو استشاريين الأمراض النفسية وعلماء النفس المختصين في التعليم وكذلك المسؤولين في الدولة فاغفروا لي جهلي وتقصيري إن حدث ولا تبخلوا علينا بأفكاركم واقتراحاتكم وجزاكم الله خير الله يطيك لا فيه دكتور لتذكير مشاهدين الدكتور عبد الكريم المقادمة استشاري طب الأطفال واستشاري طب المراهقين للمشاركة في عنوان هذه الحلقة صحة المراهقين بين الحاجات الآنية والتحديات المستقبلية ستظهر أرقام التواصل وكذلك هاشتاغ البرنامج نتمنى مداخلتكم وتفاعلكم دكتورنا الكريم ما الذي يعني طب المراهقين طب المراهقين يحتاج إلى تعريف منا سيما وإننا قد لحظنا أنه حتى في مجالنا الصحي هناك بعض الزملاء لا يعرفون أو لم يسمعوا سابقا وخاصا الأجيال السابقة عن هذا التخصص الهام جدا فإذا كان هذا في مجموعتنا الطبية فمن بالك مع عامة الناس فنقول أن الطب المراهقين هو ذلك الفرع من العلم أو الطب الذي يهتم بصحة أو بالصحة وبالتدريب المهني والبحث العلمي الخاص بفئة عزيزة على قلوبنا وهي فئة المراهقين والشباب طيب دكتور لو عرفت لنا ماذا تعني كلمة مراهق خلينا نعرف كلمة المراهقة تعرف أخي دكتور فارس أن رحلة الإنسان رحلة تمر بعدة مراحل ومحطات لو بدأناها من داخل رحم الأم فهناك الحمل في الفترة الأولى ثم الفترة أو الحمل المتأخرة أو الحمل الناضج يليه فترة حديثية الولادة ثم فترة الرضاعة ثم الطفولة المبكرة ثم الطفولة المتأخرة أو هي الطفولة التي يدخل فيها الطفل المدرسة ثم مرحلة المراهقين أو فترة المراهقة التي سأتي إلى تعريفها ثم مرحلة الشباب ثم مرحلة النضج وثم الشيخوغة وهكذا إذن فالمراهقة هي عبارة عن فترة من فترات الحياة الطبيعية ولكن هذه الفترة هي فترة عبور من مرحلة الطفولة التي تبدأ تتشكل فيها شخصية الطفل إلى مرحلة النضج الكامل ولعل ما يميزها إذا قلنا أن هناك عدة مراهقة فلماذا هذا الاهتمام في فترة المراهقة لأن هناك الكثير من التغيرات السريعة والمنظورة التي تحدث في هذه الفترة أنت عندما تنتقل من الشباب إلى الرجولة لا تلاحظ على نفسك أنك تغيرت ولا يلاحظ من حواليك ربما تغيب عني عشر سنوات ثم أراك وأرى أنت كما لكن في فترة المراهقة يحدث كثير من التغيرات الجسمانية والجنسية والهرمونية والسيكولوجية تحضيرا لمرور هذا الإنسان من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة فأنا أسميها فترة عبور أو انتقال أو ترانزيت إذا شئت أعتقد أنك قد سفرت إلى ربما أوروبا وأمريكا ووقعت في مطار ترانزيت في ترانزيت أنت لست في بيتك ولست في محطتك التي تقصدها فلو سألتك دكتور فارس وصف لي شعورك وإن تجالس في المطار في الترانزيت تكون قلق متوتر تنظر في الساعة تستنى الطيارة لأنك تترقب شيء معه وهذا ما يحدث أيضا في فترة المراهقة ربما لأن لغتنا العربية برضو عزيزة علينا جدا ولست أدعي أني خبيرا باللغة العربية المراهقة مشتقة قيلة من الشيطين رهق الشيء يعني اقترب من الشيء فهو يحاول أن يقترب من فترة الرجولة ويقال أنها من الإرهاق والتعب إذن هي فترة عبور يترقب فيها المرور إلى فترة نضوج لا يشوبها الكثير من المعاناة هذا بالتعريف المقرب لإخوتنا المشاهدين وأخوتنا المشاهدات طيب تكتور وش الفرق بين المراهقة وبين البلوغ جميل جدا هذا السؤال يكون في بعض عدم المعرفة في التفريق بينهما فأقول وبالله التوفيق أن البلوغ هي حدث يحدث في أثناء فترة المراهقة لأن التغيرات التي تحدث في المراهقة هي عبارة عن تغيرات جسمانية ثم تغيرات جنسية أو ما يطلق عليها البلوغ ثم التغيرات السيكولوجية التي سنتحدث عنها ربما فيما يلي من الوقت تغيرات الجسمانية تبدأ بزيادة النمو العضلي والعظمي في البنات وفي الأولاد فنرى أن الولد الذي سيتجه لمرحلة الشباب الآن تزداد عضلاته ويزداد عرض من كبيه نرى أن البنت يزداد طولها ويزداد عرض الحوض عندها ثم بعد ذلك يليها التغيرات الجنسية بما يصاحبها من انطلاق الهرمونات التي لها الدور الكبير في إظهار هذه التغيرات وما يطلق عليه فترة البلوغ وأعتقد شرعا وهنا لا أدعي المعرفة الكاملة لكن شرعا هو يعرف البلوغ في الصبيان بأول قذف للمني ويعرف أيضا شرعا بأنه عندما تصحيض البنت لأول مرة طيب دكتور نشأت هذا الفرع في الطب متى نشأ أو بداية الفكرة التي من خلالها نشأ هذا الفرع في الطب جميل سأروي حاجتين حاجة مكتوبة في الكتب متعارف عليها بين الناس والذين يقرؤون ثم سأعرج على شيء أعتقد أنه مهم أعتقد في الأربعينات من القرن الماضي كان هناك طبيب في بريطانيا لعله لا يحضرني اسمه وكان يعالج كثير من الشباب في تلك الفترة أنت تدري أنه لم يكن التخصصات الدقيقة والتخصصات الماكرو التخصصات الأمة ما كان يرى كثير من الناس فهو لفت نظره أنه في بعض الشباب يأتون إلى العيادة وهو لاحظ بأنه المكان غير مناسب للشباب لأنه في عندهم حاجات معينة فطلب من المساعدين أنه يضعوا هؤلاء الشباب إذا ما حضروا إلى العيادة في مكان أو في غرفة مجاورة وطلب بعض الناس اللي إلهم طريق التعامل خاصة بهؤلاء الشباب أنهم هم يحضروا له إياه ويكونوا معاه لما يفحص فمن هنا هو أول من اخترع أن يكون فيه عيادة خاصة للشباب أو المراهقين ثم طبعا كأي شيء تطورت الفكرة وبدأ الدعم لهذه الفكرة وانتشر فكرة فرع الطب المراهقين ولكن الغريب في الأمر أنه انتقل بسرعة إلى الأمريكيتين أمريكا الشمالية وكندا والآن ربما نتحدث عن هذا فيما بعد عدد المراكز المختصة في طب المراهقين في أمريكا الشمالية عديد جدا جدا وهناك مفارقة سنذكرها إن شاء الله وفي أوروبا هناك بعض المراكز لكن إذا قلنا أن هذا حدث في الأربعانيات من القرن الماضي فأنا أقول أن الاهتمام بالشباب والمراهقين حدث منذ ألف واربعمائة وخمسة وثلاثين عاما أي منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه في الهدي النبوي المبارك نرى أنه اهتم كثيرا بهذه الفئة واهتم كثيرا بالغلمان أو الصبيان أو الشباب أو الأطفال فكان كثيرا ما يلاعبهم وكان كثيرا ما يسمع لهم وكان كثيرا ما يتفهمهم حتى بعض الأسئلة التي كانت تطرح بصورة اعتبرها الصحابة في بعض الأحيان سيئة جدا كالشاب الذي حضر لي يطلب منه أن يزني ما كان من رسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه قالهم مه اصبر وتفاهم مع الرجل ربما نذكر هذا الحديث أو من هم أعرف مني بعدين يذكرون هذا الحديث بالتفصيل فهناك خصوصية لشبابنا في الإسلام وهناك اهتمام لشبابنا في الإسلام والاهتمام ليس فقط بالإرشاد ولا بأن أفهموا بس أدلع لا كان أيضا رسول صلى الله عليه وسلم يحملهم الكثير من المسؤوليات وعندما تحمل الشاب الكثير من المسؤولية فأنت تصل إلى كثير من الغيات أولها أنك تفرغ طاقاته لا محدودة ثانيها أنك لا تتركه فريسة لوقت الفراغ ثالثا أنك تشعره بالثقة بالنفس وأنه هو رجل يعتمد عليه وليس خليك رجل أنت لست دوك صغير ما يصير هذا فنحتاج إلى البحث والتدقيق في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لكي لنستشف منه إذا كنا نتكلم خليني أنتقل في الشباب أن الموضوع سلوكي ونفسي الإرشادات النبوية بدون حلف يمين وراجعت كثير من الكتب وراجعت الحمد لله ما قدرنا الله سبحانه وتعالى من هذه النبي عليه الصلاة والسلام فكان إرشاداته بالغة دقيقة مهمة جدا وكل كلمة لها معنا ولو تعلمناها لعرفنا كيف نتعامل مع أبنائنا من المراهقين والسباب الله يعطيك الله دكتور طيب دكتور بما أنه أنت ذكرت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مذعى فهل نحن بحاجة لمثل هذا الفرع في وقتنا الحاضرين بالتأكيد 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 ثلاثا ربما أتوقع أن تقول لي ليش محتاجينه نحتاجه لأن فئة الشباب في مجتمعاتنا العربية والإسلامية تمثل قطاع كبير ونسبة عالية جدا من السكان فمثلا في المملكة العربية السعودية أنت تعلم أنه في آخر إحصاء كان عدد سكان قارب 30 مليون أو 28.5 أو 29.5 هكذا فهم حوالي 30 مليون منهم حوالي 9 مليون غير السعوديين ويمكن 21 مليون سعوديين نسبة الشباب ومنهم دون 25 عاما تقارب 40% تقارب 40% وهي أكثر من الثلث بل أن بعض الإخوان يذكرنا هي تقارب النصف في المجتمع مقارنة بالعالم الآخر دعنا ننظر إلى أرقام العالم الآخر العالم كله الآن في حوالي 7.5 بليون سبعة ونصف بليون 60% من السبعة ونصف أو عفوا أكثر من الربع من السبعة ونصف بليون يعني حوالي 2 بليون أو 1.8 أو 1.9 بليون من هذو الشباب طيب انظر حولك كما يقولون أين يوجد هؤلاء الشباب 60 أو 65% من هؤلاء الشباب اللي هم 2 بليون يعني 2000 مليون موجودين في قارة آسيا 10 إلى 20% في أمريكا الشمالية ومثلها في أو أقل في أوروبا وحوالي 15 إلى 20% في أفريقيا إذن إحنا في المملكة العربية السعودية وكثير من الدول العربية موجودين في قارة آسيا والإحصاءات دلت على أن النسب الموجودة فعلا تتماشى مع هذه النسبة اللي هي موجودة في آسيا 40% إذن نعود إذا كان عندي أنا 30 مليون أو 20 مليون من القاطنين في المملكة العربية السعودية إذن بحسبة بسيطة بطلع عندي حوالي 8 مليون شاب 8 ملايين من الشباب نسبة كبيرة جدا جدا البرادوكس أو التناقض اللي موجود عندنا إن أمتنا ودولنا دول شابة بمعنى أن الشباب فيهم كما ذكرنا قبل قليل نسبة كبيرة جدا والشيوخ عددهم قليل والرسول صلى الله عليه وسلم قال أو كما قال أعمار أمتي ما بين 60 وال70 نقارنها بالدول الأوروبية أو في أمريكا الشمالية هي مجتمعات شائخة أو متجهة نحو الشيخوخة لو لا الهجرة التي يشجعونها فهناك النسبة كما ذكرنا نسبة لا تتعدى 10 إلى 15 إلى 20% من هذه النسب والكثير منهم يتعدون مراحل الـ 60 والـ 70 لكل عام لكن بالراب من هذا تستغرب أنهم اهتموا بهذه النسبة البسيطة من الشباب ففي الاهتمام في المجال الصحي هناك ليس العشرات بل أكاد أقول المئات من المراكز المتخصصة في علاج وصحة المراهقين واليافعين في أمريكا يكاد يكون مركز أو أكثر في كل مدينة وليس في كل ولاية في أوروبا يوجد العديد من هذه المراكز مثل في فرنسا يوجد في بريطانيا يوجد في ألمانيا وبعضها بعض الدول الأوروبية وخاصة في أوروبا الشرقية لا يوجد فيها أيضا مثل هذا التخصص فإذن نحن في حاجة لسبب أن العدد الكبير محتاج خدمة السبب الآخر هو أنه إلى عهد قريب يمكن إلى عام 2006 وهنا فليعذرني كثير من الزملاء الذين اجتهدوا بصورة فردية لكي يقدموا خدمة أو أخرى لهؤلاء الشباب أنا أتكلم الآن عن منظومة صحة المراهقين أكاد أجزم أنه إلى عام 2007 لم يكن هناك تحت خيمة واحدة مظلة تتسع لجميع ما يحتاجه الشباب والمراهقون من خدمات فلم يكن هناك وما زال هناك قصر أو ليس تقصير لكن العدد من الإخوان والأخوات الذين ذهبوا للتخصص في مجال طب المراهقين معدود على أصابع اليد طيب دكتور هل يتوفر هذا التخصص في المملكة العربية السعودية أو في المنطقة العربية أو إذا أبغيت هذا التخصص لازم أشوفه في دولة حلو أنت يعني ذكرنا أنه في كل تقريبا مدينة هناك مركز يختص بصحة المراهقين في بلداننا العربية أو كما يقولون في الميدل إيس في الشرق الأوسط للأسف الشديد وعلى حد علمي المتواضع أنه لا يوجد مركز واحد متخصص في صحة المراهقين يوجد تحت مضلته كل ما يحتاجه المراهقة والشاب من أمور صحية للأسف الشديد المكان الوحيد في الشرق الأوسط الموجود فيه هو في الكيان الإسرائيلي هم خمسة ملايين أو ستة ملايين يوجد عندهم اثنين سابقا والآن ثلاثة مراكز صحية متكاملة لخدمة هؤلاء الشباب المراهقين ونحن وكم تعدادنا الآن حوالي ثلاثمية وسبعين مليون يا دكتور فارس صحيح ثلاثمية وسبعين مليون اضربهم في أربعين في المية بيطلع عندك حوالي 120 مليون شاب من المحيط إلى الخليج يحتاجون لمثل هذه الرعاية تقول لي الصحية تعالى قيلة من زمان وكل أخت في البيت وكل متعلم وكل غير متعلم يسامع بكلمة العقل السليم في الجسم السليم الصحة كما تعرفها منظمة الصحة العالمية ليست صحة جسمانية أنه ما عندي مغس ولا وجع ولا عرج ولا طرش ولا أي مشكلة صحية لكن تمتد إلى الصحة النفسية والصحة الاجتماعية والصحة الاقتصادية وأنا أضيف عليها كمان أنه يجب أن نهتم بالصحة الفكرية الآن أفكارنا وخاصة أفكار شبابنا تم غزوها بصورة شنيعة نعم طيب دكتور أنت ذكرت السليم الجسم السليم في العقل السليم أو العكس لا هو العقل السليم في الجسم السليم طيب دكتور وأيضا إذا كان هناك عقلا سليما فالعقل السليم يؤدي بصاحبه إلى أن يهتم بصحته الجسمية نعم وبالتالي هي علاقة متبادلية طيب دكتور ما هي خصائص المراحق السليم طيب هو في التعريف السابق ربما فاتنا أن نذكر يا دكتور فارس أن التعريف من ناحية العمر هناك عدة تعريف منظمة الصحة العالمية تقول أن العمر المراهق يمتد من العشر سنوات أركز لي على رقم عشرة هذا عشان في عندي شيء أعايز أوضحه عشر سنوات إلى تسعة عشر سنة والشباب هم من خمسة عشر سنة إلى أربع وعشر سنة وتقول أنه من العشرة إلى الأربع وعشر يعني الشباب مع المراهقين بيسموهم اليانج بيبول ربما أنا سميهم اليافعين طيب وهذا من عشرة إلى تسعة عشر تعريف المراهقين يتفق مع الإخواننا في الطب يعرفون الـ CDC الموجود مركزه في أمريكا وهو من المراجع المهمة جدا في العالم برضو يعرف المراهق من عشرة إلى تسعة عشر لكن وجد أخيرا أن فترة هذه اللي نقول عليها فترة عبور وانتقال وتوتر وفيها نوع من الخصوصيات في التعامل مع الشباب بدأت تزداد إذا قلنا كأي شيء من إلى فبدأ في الشباب البلوغ يظهر باكرا وخاصة في البلدان اللي ربنا يسر عليها وفيها كثير من الغذاء والراحة وكذا فالبنات والأولاد بدأوا فترة البلوغ بدأت تبدأ مبكرا أكثر بسبب نوعيات الأطعمة وربما بعض الهرمونات تثرت الجو أيضا نعم كذلك فالفهم وما يحيط في موضوع التغيرات الجسمية لدى الشباب أنا وانت ما كناش نعرف بعض الأشياء اللي بعرفها الحين ابن عشر السنوات صحيح إذن فهي اقتربت إلى أقل من الاثناش زي ما كان يقوله من الاثناش إلى تسعة عشر اقتربت إصارة أحد عشر ربما بعدين يصبح أصغر وفي نفس الوقت احنا قلنا العبور ينتهي إلى أن يتم النضوج العقلي بصورة جيدة ويتعامل برجولة وبوعي مقبول لدى المجتمع بدأ هذا النضوج يتأخر بدأ المكان الواحد ينضج 18 أو 17 أو 16 الحين عشرين أربعة الحين يخلص الجامعة أحيانا وأبو لازم يدور له على الوظيفة وأبو يدور له على الزواج وكذا طبعا هذا ليس بتعميم ولكن كثير من الشباب هناك هناك الكثير الحمد لله رب العلم لأن الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة كثير من الشباب لأنت تعجب بهم جدا إذن في الفترة أو الجاب زي ما يقولوا بالإنجليزي تزداد اتساعا فعودة على سؤالك الذي كان خصائص خصائص المراهق السليم يعني قيل الكثير من الكلام أن يكون تعامل كذا أحبك شوي دكتور بس نأخذ الاتصال ونرجع له فضل طلاب الأخو مرزوق من الطعف تفضل أخو مرزوق السلام عليكم مرحبا حياك الله أخو مرزوق السلام عليكم السلام عليكم يا مرحبا بك حياك الله لا نشرف الله نتداخل منها الله نشرف مقدارك يا أزك بالنسبة للدكتور هذا ليس في الحلقة من البداية اختصاصه هو خاص بالمراهقين الطب الأطفال والطب المراهقين نعم طيب فلس هنا الأران في الجيل الجديد هذا الفضل الجيل اللي حنا فيه الآن في الجيل الجديد هذا صار منفتح على مجتمع أخص من سابقا سابقا كان المجتمع متحقصد جدا الآن صار المدرسة بتعلم كيف تتعامل مع الطفل إذا يعني حسيت منه أنه بيسعلك عن بعض الأمور الذكورية والجنسية المعنى صح كيف أن بتعامل معه من أخي ديني أنا يعني ما قدر أقول له لا ما دريش يعني نازم منها لكن كيف أني وصل للمعلومة في وضع المجتمع الحالي لا أنا مثل ما يسمع المعلومة بعدين من شخص آخر واتفاجأ أكس المعلومة يعني بيوصل للمعلومة بحقيقتها ما في الأمور وإني أخذ طيب السؤالك وصله الدكتور راحي يرد على سؤالك شب أحييك الله يا سلام عليك يا أستاذ مرزوق أحييك على هذا السؤال الذي يخطر ببال كل أب وكل أم بل بكل شخص يهتم بالشباب والمراهقين وفي عبارة هناك في الإنجليزي يقول لك أصعب شيء في الحياة أنك تكون مراهق لكن الأصعب منه أن يكون عندك واحد مراهق العصر اللي إحنا فيه الجاب أو الهوة بين الجيلين كبيرة جدا منذ القدم كان هناك يعني شبه اختلاف في وجهات النظر بين جيل الآباء وجيل الأبناء لكن في الفترة في العقدين الأخيرين وفي فترة تطور الإنترنت السريع وعلى ما يسمونه الـ Globalization أو العالمية أو القرية العالمية والإنترنت المفتوحة على مصارعها تمكن الشباب والشابات من الإطلاع على كثير من الأشياء وهنا سلاح ذو حدين فالإنترنت هي عماد العصر الحالي وهي كأي أداة فيها من الضرر وفيها من المنفع فيها من المنفع الكثير التكنولوجيا مهمة جدا في حياتنا الآن ولا يمكن الاستغناء عنها لكن يجب أن نفرق بين التكنولوجيا وبين استخدام هذه التكنولوجيا ترك الأطفال وإتاحة المجال للشباب بالأجهزة الذكية والكمبيوترات والإنترنت المتواصلة في البيت ليلا نهارا بدون رقيب لا شك لا شك حتى في البيوت الرائعة حتى في البيوت المنضبطة حتى في البيوت الذي فيها الآباء والأمهات حريصين على دينهم الترك الحبل على الغارب يؤدي بالطفل أو يؤدي بالشاب أو الشابة إلى أنه يعني يحتاج إلى أنه يشوف إيش اللي حاصل في الدنيا وعندما تقع عيناه على مثل هذه الأشياء فتبدأ الحلقة المفرغة يريد أن يرى المزيد والمزيد يؤدي إلى المزيد وهكذا إذا لم نصل إلى هذه المرحلة من السوف فزي ما تفضلت يا أستاذ مرزوق ودوبة أنا كنت يمكن أنت وإنت تحاول الاتصال ما سمعتنا وإحنا بنقول مع الدكتور فارس أن فترة المراهقة ازدادت طولها لأنه صارت تحصل بدري وقلنا وذكرنا أنه السبب أنه بيطلعوا على معلومات كثيرة جدا ما كان لا أنت أخ مرزوق ولا أنا ولا الدكتور فارس ولا كثير من الأباء والأمها كدرتني يا دكتور يعرفوا لا أنت شباب ما شاء الله بس أنا قلت هذه من عقدين أنت عمرك شوي أكدر من عقدين ولا لا يعني 22 سنة فكان طال عمرك كيف التعامل وهذا السؤال اللي أنت سألته التعامل هو زي ما يقوله شفافية ويجب أن نشجع مش بس أنتظر إلى أن يأتي الشاب أو البنت إنها تسألني ويقول أمشي يا بنت ولا أمشي ولا دعيب عليك الكلام وكذا ما يصير لا أنا يجب أن أبادر بأن أفتح مواضيع معهم لأنك شئت أم أبيت أنكرت أم اعترفت هم يعرفون إذا حتى لم يعحدت لو أنك قطعت الإنترنت في البيت تماما وما أعطتهم مش أجهزة جوالة ولا أجهزة ذكية في المدرسة سيعرفون وسيتعرضون فهو عنده نقص في معلومة ويريد أن يعرفها إذا لم يجد المصدر المطلوب والآمن والسليم والصحيح لكي يعرفها فهو سيتجه للبحث بنفسه وللأسف الشديد في هذه الأيام هناك مصدران رئيسيان للأطفال والشباب للتعرف على هذه الأشياء التي كانت تعتبر تابو أو حاجة ممنوعة في المجتمع هي الإنترنت بخطورتها وللأسف الشديد أن معظم المواقع التي تتناول هذه النوع من المعلومات أو الإجابة على الأسئلة هي مواقع سيئة وليست صحية إلا ما ندر والمصدر الآخر هم الأقران أو الأصدقاء أو الزملاء والمصدران أسوأ من بعضهما إذن فالحل إن أنا أبادر بأن أفتح مثل هذه المواضيع وأستشف من أولادي وبناتي ما يحتاجون من معرفة وأعرفهم وأنا لا أذهب بعيدا في هذا المجال ديننا الإسلامي فيها الكثير الكثير عن المعلومات الجنسية الشرعية والعلاقات الزوجية وما يحدث في الأولاد والاستهلام وهكذا وهذا أخ مرزوق يا دكتور فارس يجيبني مرة ثانية رقم عشر رأيت لك ذكرني فيه بعد ناخذ الفقرة وبعدها نرجع لهذه طيب فإذن أنا بقول في الدين الإسلامي المعرفة مطلوبة ولا يعني حرجة في الدين يجب أن نتفاهم مع أولادنا نجالسهم نقضي معهم بعض الوقت نجيب على أسئلتهم بصراحة وبشفافية إذا لم تستطع بسبب تحرج أو بسبب جهل استعن بأخ لك أكثر منك معرفة أو ربما يكون هو الحرج عنده مش كثير غالب على الموضوع الشيء الثاني رجاء 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 لكل أهل لا تتركوا أجهزة التكنولوجيا من جوالات وآيباز وآيفون وتليفونات في أيدي أطفالكم بدون رقيب ولا تتركوا الإنترنت شغالة 24 ساعة في البيت يجب أن يكون ساعات محددة للأطفال والمراهقين لاستخدام الإنترنت في البيت تجيبني تقول لي والله هو يروح يشتري الإنترنت ويحطها نعم لكن بدل ما يكون عنده مصدرين يصير عنده مصدر واحد ربما يتخلص لكن وجود الإنترنت على مدى 24 ساعة يضر بالأطفال وبالشباب ناهيك عن أضرار صحية أخرى للإنترنت ربما إذا تسعى المجال نناقشها إن شاء الله الله يضعك الله في دكتور أعزائي المشاهدين ناخذ فقرة فيتامين ثم نعود فيتامين سين يعتبر هذا الفيتامين من مضادات الأكسدى التي تقل دسم من أثار التلوث وتمنح الجسم حيوية ونظارة بما تيسره للجسم من إمتصاص الحديد الموجود في الغذاء يفيد في الشعر والبشرة بشكل عام حتى سمي فيتامين الجمان ويساعد على تشكيل العظام المحافظة عليها وبناء الأنسج المحيط بالجلد والمفاصل والأوعية الدموية يعتبر هذا الفيتامين قابل للذوبان في الماء لذلك لا يمكن تخزينه في الجسم إلا بكميات ضئيلة للغاية ولا بد من تعوضه يوميا الأمراض الناتجة عن نقص فيتامين سين نزيف في الأنسجة والمفاصل تأخر في التآم الجروح والكسور نزيف اللثة الأمراض الناتجة عن زيادة فيتامين سين حرقان في البول تكوين حصوات بولية يوجد فيتامين سي في الموالح البرتقال الليمون الفلفل الأخضر البصل اللبن الكبد حياكم الله مشاهدينا مرة ثانية كما عودناكم في هذه الفقرة راح يتكلم الدكتور عن فيديو أو صور ستظهر لكم والصور أشكال مختلفة ومواضيع أخرى مختلفة ولكن أول الصور اللي راح تنزل ستكون عن نسب اللي متواجدة في المملكة هو في المنطقة المجاورة في قارة آسيا ودولة الآن طيب رزاك الله خير دكتور فارس يعني كما ذكرنا في السؤال اللي طرحوا أخونا سعادة الدكتور بأنه لماذا نحتاج صحة المراهقين أو فرع تخصص المراهقين احنا حولنا في هذا الشكل بناء على مصادر الإحصاءات في العالم في 2010 أن نسبة الـ young people أو الشباب أو اليافعين لهم تحت 25 سنة وفوق 10 سنوات تبلغ حوالي 27% في العالم كله لو يعطينا الأخ الصورة الثانية الصورة الثانية فيصل له سمح يمكن فيه صورة كان قبل هذه وهي بتورجي أن عدد سكان العالم زي ما قلنا سبعة ونص تقريبا بليون في العالم كله واحد وثمانية وسبعة وثمانين في المية منهم بين عشرة إلى أربعة وعشرين سنة فهو يعني تقريبا 2 بليون زي ما قلنا يعني 2000 مليون شاب موجودين في العالم وين موجودين هذول الناس في الصورة الثانية هتبين عندنا الصورة الثانية يا اللون هذا الزهري أو البنفسجي بيمثل قارة آسيا وزي ما شفنا أنه فيها 61% من الـ 2 بليون أو الـ 1.9 بليونز الموجودين موجودين في قارة آسيا وإحنا هنا في السعودية وفي الخليج موجودين في قارة آسيا نسبة أفريقيا 18% أوروبا بس 9% أوروبا زي ما قلوا بيسموها القارة العجوز نظرا لقدمها في التاريخ ونظرا لأن سكانها صاروا عواجيز في الأمريكا اللاتينية كمان 9% في نورث أمريكا أنا حتى قلت قبل شوية 10% أربعة في المية يعني عدد السكاء الشباب فيها أربعة في المية وهذا اللي يحزننا إحنا وبخلينا يعني نغار شوية أربعة في المية عندهم شباب وعندهم معظم السنتر سبعة الرعاية صحة الشباب والمراهقين وإحنا أربعين في المية من مجتمعاتنا وزي ما قلنا تقريبا ما عندنا ولا مركز بالمفهوم تبع المركز المتكامل لكن عشان ما يعني نبالغش في التشاؤم حديثا انت سألتنا عن المختصين في عدد من الإخوان الآن الحمد لله صاروا موجودين وأبشركم أن حديثا تم تكوين جمعية أطباء المراهقين السعودية وقامت على تكوينها وترأسها الآن زميلة فاضلة ولها باع طويل في الطب هي الدكتورة قطان فالخير جاي إن شاء الله إن شاء الله الصورة هذه تبين الإحصائيات على حسب برضو حوالي إحصائيات 2010 هذا ليش 2014 بتبين لنا إنه 36% من السعودين يعني نحن قسمنا السكان في السعودين سعودين وغير السعودين هلحين نتكلم عن السعوديين وقلنا السعودين حوالي 20 مليون 36% منهم تحت الخمسة عشر سنة 56% تحت العشرين بحسبة بسيطة بتعرف إنه بين الخمسة عشر وبين العشرين عندك حوالي 20% من السكان خمسة السكان بين 15 و 20 إذا بدك تضفلهم من 15 إلى 10 اللي هي مش موجود هنا عندنا الكاتيجورية هذه ما عملوها في الإحصائيات أو أنا ربما قصرت ما قدرتش أجد المصدر إلها إذن بيكون الموضوع حتى أكتر من 40% من السكان في المملكة العربية السعودية من السعوديين من الشباب نعم من الغير السعوديين طبعا واضح لا لا ترجع لو يا أخي العزيز ولا يعني اللي بدأقولن هم من 20 إلى 40 وهذا يتماشى من 20 إلى 40 اللي عمر تباحهم أكتر من النص وهذا يتماشى طبعا مع القوة العاملة اللي تجذبها المملكة العربية السعودية من سائقين وعمال موظفين وأطباء وكذا كلهم معظم بيكون هنا لكن ما زال في عندي كمية حوالي 30% تحت العشرين بس هذا بما فيهم الأطفال وهذه لربما يمثلوا أبناء الإخوان الوافدين الموجودين في المملكة علشان يقوموا بمهام معينة فهذا اللي الشريحة اللي بعدها لو سمعت هذا الشريحة الثانية فيها صلو سمعت يا هذا كمان استخلاص زي ما قلنا إحنا إن 28.8 من 10 كان عدد السكان في عام 2010 وحوالي 7 إلى 9 مليون منهم وأنا أفضل أن أقول 9 ويمكن plus مليون منهم من الـ young people أو الناس بين 10 إلى 25 سنة فهذا بيوجد كم عدد السكان وكم الحاجة الملحة للاهتمام بهذه الفئة من الشرق هل فيه دراسة إحصائية ومثبتة النساء والرجال نعم ولكن أنا ما أحطها تقريبا متساوية حتى العدد الكلي للنساء والرجال في المملكة العربية السعودية وأنا استغربت الحقيقة لأن لقيت أن عدد الرجال 51% في أحد الإحصائيات وعدد النساء 49% يعني فزنا حنا الرجال أنت فزتوا بس لازم تجتهدوا في أن تتزوجوا من أهل السعودية عشان نقضي على العنوسة ممتاز نعم لا هذا ربما لموضوع آخر إذا بتحب تستيره الآن أو بعدين لا معرفة دكتور خلنا نكمل بما أنه نازل الزور هذا ممكن كان استبيان عملناه عشان لما سألتني إيش فكرة الجماعة الطبية والعاملين في المجال الطبي أو الصحي فكرتهم عن هذا النوع من التخاصص هو طب صحة المراهقين وهذا الاستبيان عملته في عام 2007 وبدايات عام 2008 وأخذنا عينة من كثير من المستشفيات الكبيرة في الرياض فقط أساسا من مدينة الملكة الطبية وقليل من مدينة ملك سعود الطبية لما كان اسمها الشميسي سابقا وبعض المستشفيات الأخرى والعدد وصل العينة وصلت إلى حوالي 550 عينة لكن هذه الأشياء استبقنا قبل أن نجمع العدد الكلي كان العدد حوالي 250 فهو النصف ولكن عندما أتممت الدراسة كانت هذه النسبة أيضا متقاربة فالعينة شملت كثير من العاملين حوالي الثلث كانوا أطباء حوالي الثلث الآخر كانوا ممرضات والثلث الثالث كان من الفئات الطبية الأخرى من أخصائي علاج طبيعي أخصائي تنفس أخصائي أشعة صيادلة وهكذا فهي كانت تقريبا التوزيع متساوي بين المفئات المختلفة الشريحة الثانية أستاذ كمان راعينا العمر فيها وزي ما أنت شايف عندك 25% منهم كان لهم خبرة في هذا المجال حوالي 15 سنة أو أكثر من 10 إلى 15 كان حوالي 13% لكن العدد الأكبر كان 22% هذولي بين خمسة وتسعة سنوات لهم خبرة في المجال الصحي والعدد الأكبر خالص كان لهم أقل من خمس سنوات معنى الكلام هم خريجين لم يمر على تخرجهم أكثر من عشر سنوات بمعنى آخر هم من أقرب إلى الشباب من الشيوخ وعندما قارننا النتائج التي سنراها فيما بعد لقينا الناس الأكثر تشجيعا لفكرة إيجاد أماكن مخصصة لرعاية المراهقين هم من الفئة الأقل عمرا الشريحة اللي بعدها كان في سؤال هل تعتقد أنه فيه عندنا أماكن مختصة في رعاية صحة المراهقين نعم أو لا فتقريبا النص قالوا نعم والنص قالوا لا متساويين لكن حنشوف اللي بعدها عشان نعلق على التنتين مع بعض سألنا سؤال إلهم هم العاملين في المجال الطبي وين تعتقد أحسن مكان تودي فيه ابنك المراهق عشان ياخذ الرعاية الصحية ف69% الحمد لله وهذول لو تجمع النسبة هذه هم يمثلوا الجيل الأصغر 69% قالوا أنه لازم يكون فيه عندي رعاية صحية للمراهقين والشباب 14% قالوا يروحوا مع تابعون الباطنة الكبار وحوالي 13% قالوا يروحوا مع الأطفال اللي بعدها لو سمحت سألنا عن المشاكل اللي يعتقد كل واحد فيها وطبعا كمان مرة الأسئلة هذه تذكروا إنها للعاملين في المجال الطبي مش لعامة الناس لو كملناها لعامة الناس كان ربما كانت المشاكل أكثر هل تعتقد أنه في عنا مشاكل في السلوك هل تعتقد أنه في عنا مشاكل إلا علاقة بالأمور الجنسية واللا أخلاقية هل تعتقد أنه في عنا مشاكل علاقة بالأدوية أو المخدرات أو السجائر أو التدخين أو الشيشة أو كده هل تعتقد أنه الانترنت والميديا عموما وصلت إلى مرحلة الإدمان بسموها سكرين أدكشنز سكرين يعني شاشات سواء شاشة جوال أو شاشة سمارتفون أو تلفزيون أو كومبيوتر أو انترنت أو واتيبر ولا في أكثر من كذا وكانت الإجابة الكبيرة جدا أنه اعترفوا أنه جميع هذه المشاكل موجودة عندنا فالرجاء من من يسمعني سواء مسؤولين أو غير مسؤولين يجب أن نكف عن دفن رؤوسنا في الرمال ويجب أن نعترف أن هناك مشاكل نتمنى من الله كما يقول البعض أنها قليلة وليست ظاهرة لكن أعتقد أنها ليست بالقليلة أنه نكف عن عن تجاهل هذا الموضوع لأن بداية علاج أي أمر وأي مشكلة بداية حلها هو الاعتراف بها عندما تعترف أن هناك مشكلة تبدأ أن تفكر في الحلول طالما تقول لا والله الأمور زينا وإحنا بخير وشبابنا حلوين وما عندنا شيء ستزداد الأمور طبخا وسوءا إلى أن لا سمح الله تكون الأمور أصعب السؤال كان حساس شوية وسألنا كمان مرة للإخوان العاملين في المجال الطبي لو عندك بنت مراهقة ومش متزوجة وصار عندها مشكلة معينة هل أو من غير ما يصير هل تعتقد أن هؤلاء البنات المراهقات ممكن يصير عندهم مشاكل نسوية الإجابة إيش كانت خمسين في المية قالوا نعم وهذا مش غريب لكن الغريب جدا أن حوالي الخمس وحوالي الخمس هنا يعني حوالي أربعين في المية قالوا نادر جدا أو غير معروف أنه بيصير وهذه مشكلة لأن أي واحد عنده بنت فينا بما فيهم أنا وأنت وغيرنا عنده في المراهقة بيعرف أنه بصير في عندهم ألام دورة شهرية أشياء كذا من هذا القبيل ربما نتحدث عنها في حلقات قادمة وتحتاج إلى علاج وأنا أعرف وقد قيل لي من الزملاء وبعض الأشخاص الذين لهم أماكن مرموقة في المجتمع أصدقاء أنه حتى البنت بتكون تتألم وتتأوه كذا ويتردد بأن يأخذها إلى الطبيب النساء والولادة لأنه لا يريد لبنته أن تكون بين السيدات المتزوجات الذين لهم أمور يعني لا يطلع عليها البنات كما يعتقدون فهو يفضل أن يكون في مكان خاص بالبنات هذه بحيث أنه تتم معالجة هذه الأشياء هل الخدمة الرعاية الصحية الأولية للمراهقين متوافرة في الأرب يعني في المنطقة العربية الأصفر هذا 67% بقول لك والله ما أدري ما ندري ما نعرف و22% منهم قالوا لا مش موجودة والباقي اللي هو نسبته 12% قالوا إلا موجودة لكن الواقع أنها ليست موجودة بعد 12% إيمان هم يمكن الزملاء يتكلمون زي ما أنا أشرت أنه لا يخل الخير من بلاد المسلمين الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة هناك اجتهدات من بعض الزملاء الذين سبقونا ومن أجيالنا جزاهم الله كل خير اجتهدوا بأن يعملوا ويقدم بعض الخدمات للمراهقين فربما كانوا لكن أنا كمان مرة أذكر أن أتكلم عن أمبريلا عن خيمة عن مكان موحد يكون فيه خدمات صحية متكاملة للمراهقين وفيها أجزاء الدكتور مثل الخدمة الاجتماعية داخل فيها مثلا يعني أقول لك حال الحين لو فيه مراهق صار عنده مشكلة نفسية بالتأكيد سيبحث في السوق وحيلاقي إنه فيه استشاري أمراض نفسية للمراهقين لو واحد في الآخر يعني زي ما قلنا بنت قبل شوية حيبحث حيلاقي استشاري أمراض نفسية ولا تقول لك آه والله أنا أعالج البنات المراهقات فهي بصورة منفردة وزي ما تفضلت مجزأة موجود لكن بصورة متكاملة زي ما نقول والله فيه مستشفى تخصصي للأطفال هل يوجد لدينا مستشفى أو مراكز تخصصية للمراهقين هذا ما أتحدث عنه أنا نعم السؤال هذا هل موجود في الميدل إيست لا خلاص كذا خلصنا إحنا بس ارجع على الشريحة اللي قبلها الشريحة اللي قبلها هل موجود في منطقتنا كم مركز للخدمات الصحية للمراهقين 21% قالوا في واحد وأعتقد هذه الإجابات كانت عن كذا يعني تحزير عن عدم معرفة شوية قالوا في 23% والغالبية قالوا في 38% منهم قالوا ما فيه أبدا وهذا هو الصحيح وكما عشرت بلد واحدة في الميدل إيست أو في الشرق الأوسط موجود فيها الله يعطيك تسلمي دكتور أعزائي المشاهدين ناخذ فقرة نصائح طبية ثم نعود إليكم عشان نصائح طبية مضغ الطعام جيدا يزيد من نسبة المواد الكيموية المكافحة للسرطان التي تطلق الخضروات مثل البركلي والملفوف ينصح بمضغ العلكة الخالية من السكر بعد الطعام لمدة نصف الساعة وذلك للتخريف من عراض حموظة المعدة ينصح بوضع نصف منعقة صغيرة من القرفة بفنجال القهوة اليومي حيث يساهم في خض مستويات الكوليسترول في الدم ويساعد الجسم على استخدام الأنسر مفعالية أكثر حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى وإلى أسئلة الهاشتاغ هدري تعبناك دكتور ما هي طريقة تفكير المراهق لكي يمكن التعامل معهم بشكل صحيح يعني هذا الموضوع هو كيف نتعامل مع المراهق وهذا إجابته بها حلقة كاملة الحقيقة لكن كمان مرة أقول المراهق هو في مرحلة عبور أو ترانزيت نتذكر كلمة ترانزيت هذه نعم أنه في مرحلة له في مكان طفولة وله في مكان شباب في مرحلة متقلقلة بين الناحيتين ويضيف إلى تشويش هذا ما يراه في المجتمع من تلفزيون وإعلام وإنترنت وأصدقاء ومدارس وهكذا فيجب أن أعرف أن هذا الطفل في مرحلة يريد فيها الاستقلالية في مرحلة يسأل فيها عن كثير من المعلومات في مرحلة يستكشف فيها كيف أتعامل معه كما قلت بالشفافية وأنت تبادر أنت بسؤاله يا ولدي صار كذا معاك إذا صار كذا تعال اسألني أنا ترى ممكن أجوبك على أي سؤال والأم أو حتى لا بيقول للبنت يا بنت تعال إيش صار في عندك البنات حتقول لك والله عن بعض مظاهر البنات ربما في حلقة سابقة قادمة نتحدث فيها عن ما يحدث في بعض المدارس في المنطقة العربية عموما إيش صار معاك إيش صار معاك فبداية يجب أن أشجع الشاب أو الشابة أو المراهقة أو المراهقة المراهقة على أن نتحدث سويا بشفافية مطلقة وتكون أمور زي ما بيقولوا على بساط أحمدي وأن تكون تشجحها وتعرفها أنك أنت المصدر الأهم والرئيسي في أي سؤال يخطر على باله أو على بالها لأنه كما ذكرت سابقا إذا لم يكن هذا فلن يقف الشاب أو الشابة حيحاول أن يجد الإجابة على المعلومة من مصادر أخرى المصدرين الشائعين كمان مرة بقولوا بعيد الانترنت والأخران والاثنين أسوأ من بعض في نقل هذه المعلومات كمان إذا تسمح لدكتور فالس الصفي يعني نعود إلى الهادي النبو عليه الصلاة والسلام اللهم صلح يعني لما ذكرنا في تعريف منظمة الصحة العالمية أنه من عشرة إلى تسعة عشر وقلنا أنه هذا كان متغير وكان اطناش وحداش وعشر لكن كمان مرة من ألف واربعمائة وخمسة وثلاثين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أشهر إلى رقم عشرة هذا عندما ذكر العشرة في حاجتين على ما أذكر أنه أمروهم بالصلاة لسبع وحفزوهم عليها أو أكدوا الأمر عليهم في عشر كمان قالوا إذا بلغ العشر ففرقوا بينهم في المضاجع ليش فرقوا بينهم في المضاجع؟ إذن هو يعرف أن فترة البلو أو فترة المراهقة أو فترة الإستارة تبدأ في هذا العمر فهو سبق منظمة الصحة العالمية بالعديد من السنوات والعقود بل هو قرن وثلث بل يزيد عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل معهم لما زي ما قلنا أشرنا الحديث جاء شاب لو حتى الحين في العصر المفتح هذا جاء لك شاب وقال لك اسمح لي بان أزلي إيش تقوله؟ والله اللي جلسين في المجلس ينزلوا عليه أنت عارفوا ها ضرب بالعقل ها ولا لا والصحابة برضو مأزوا رضي الله عنهم من هذا السؤال لكن قال لهم خلوا عليه تعال يا ولدي وجلسوا جنبوا وهدى وكذا وقال له أوكي ما كانش فيه أوكي قال له طيب هل ترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول فداك أبي وأمي يا رسول الله قال وكذلك الناس هل ترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول فداك أبي وأمي يا رسول الله هل وكذلك؟ هل ترضاه لبنتك؟ قال لا يا رسول فداك يا رسول ثم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم له بأن يحفظه أو كما جاء في الحديث الذي يعرفه شيوخنا الفضاء الأكثر مني وربما كثير من المساعدين إذن فهو لم يستنكر السؤال وزي ما بقوله بالإنجليزي لازم تفتح الباب للشباب أن يسألوا بأريحية وبشفافية وأي سؤال إحنا نترجم هذا اللي قلنا أنه لا يوجد سؤال غبي ولكن يوجد إجابة لم توفق في الوصول إلى عقل هذا الشباب طيب دكتور عساس في أسئلة كثيرة في الهاشتاغ فضل أيضا في سؤال ما هي أعراض اكتئاب المراهقين وكيفية علاجها والوقاية منها طريقة سريعة سريعة يعني هو الاكتئاب اكتئاب سواء كان في المراهقين ولا في غير المراهقين يعني الإنسان يفقد زي ما بقوله الانترست أو الاهتمام بأشياء كثيرة في الحياة يخلد إلى النوم يبتعد عن الأشخاص لا يخالط الناس يتعب ربما ينام كثيرا تساوره أو تساورها كثير من الأفكار السيئة بما فيها قضية وضح حد للحياة في حزن شديد بكاء حزن وهكذا فهي متشابهة مع الآخرين في أي اسم من الحياة فترة يقول لي ليتني ولي ليت كذا في فترة المراهقة دكتور والله كلمة يليت أني ما عشت ويليتني كذا هي يعني نقول يليتني ولد ولا يليتني بنت إذا البنت تقول يليتني ولد عشان أقدر لا هذا موضوع بعيد عن الكتاب شوي بده تفصيل لكن عشان ننهي السؤال الأولاني هذا أنه هي الأعراض والمظاهر متشابهة مع غيرها لكن يجب أنا كعائلة أو كمدرسة أو كمدرس أستشف ما يحدث في الطفل قبل ما تصل الأمور إلى الاكتئاب الشديد بمعنى أنه كان عندي طالب أنا مثلا درجاته عالية جدا وعمره ما غاب عن درس وكان نشيط في الفصل لاحظت عليه بعض الطائرات أو الأم لاحظت أنه ما يريد أن يصحى على المدرسة بينام كثير فيه هناك أسباب كثيرة من ضمنها هو الاكتئاب الاكتئاب لكن كمان في عوامل أخرى أنه فكر فيه أنه بيأخذ أدوية ما بيأخذ أدوية فيه مشكلة نفسية أخرى فيه مشكلة عضوية أخرى وهكذا فإذا لاحظت أي تغير على هذا الشاب أو الشاب في سلوكه وفي نظام حياته وفيه أداءه في المدرسة أو أداءه في المجتمع والفصل يجب أن أسارع بعرضه على الطبيب المختص سواء طبيب المراهقين أو إذا كان أنت متأكد أنه الأمر نفسي خالص على الطبيب الأمراض النفسية عشان هو يحدد هل هو اكتئاب أم غير الاكتئاب طيب أعطيك العافية دكتور الأخ أبو محمد من الرياض تفضل أخوي ألو ألو أخ أبو محمد السلام عليكم حياك الله أدري أعطني الاسم غلط أجل قال أبو محمد أنا عندي ولد عمر 15 سنة كثير يقعد على الجوان وكابع جانب كثير تقريب إلى 40 ساعة على الجوان لا أدري في الحل معهم يعني وعاصبي جدا طيب دكتور راح يرد على سؤالك بإذن الله دكتور أمر ولدها 15 سنة عاصبي و24 ساعة الجوان أنا بلغت في 24 ساعة تقريبا أكثر وقت نعم يعني معظم وقت ما يصحو يكون واعي فيه هو على الجوان أختي العزيزة كمان مرة شكرا جزيلا على هذا السؤال لأن هذا المشكلة موجودة تقريبا في كل بيت من البيوت أن هناك شاب أو شابة أو طفل أو طفلة وحتى أحيانا للأسف بعض الكبار أنه يقضوا الكثير الكثير من الوقت على الجوال إيش نعمل سؤال شوية بده تكاتف من الجميع بده تكاتف من العائلة من الأب والأم ويكونوا الاثنين يتكلموا على ما قالوا in the same language في نب بنفس اللغة ما تقول الأم لا خلي رجال والأب يقول لا ممنوع أو العكس الأم تكون متشددة لازم الاثنين يتفقوا على نظام معين وكمان مرة نجلس مع الولد انفهموا يا ولدي الجوال هذا أداة كويسة تتواصل فيها يمكن تفتح انترنت فيها أوكي إذا كانت الأمور جيدة لكن إذا زاد الموضوع عن حده يقال من السابق ما زاد عن حده انقلب إلى ضده يكون فيه ضرر الادكشن أو الإدمان على الميديا هذه موضوع كبير جدا لكن أنا بدي أقول حاجتين الإدمان سببه الله يسلمك والإخوان المستمعين والأخوات المستمعات أو الضر الذي يلحق فيه هو تشوق هذا الطفل أو هذا الشاب أو هذا اليافع لكي يرى ما هو ممنوع في المجتمع وأنت تعرفين وأنا أعرف أنه معظم الأشياء الدارة تيجي من المواقع السيئة واللا أخلاقية إذا الشاب أو الشابة انطلقت في هذا المجال يعني الموضوع شوية بيصير صعب إلا أن يتعامل الأب والأم معهم بكل شفافية وطرح الموضوع وليس بالمراقبة لأنه الآن زمان أيامي أنا كان الوالد الله يرحمه لما بدي يعقبني يقول ممنوع تطلع من البيت يجلس لعباب البيت بره ولا كده ما يقدر روح له ولا أجي حتى لو سكرت عليه أو عليها قط النوم وهي دخلت تحت اللحاف وتحت الإحرام معها هذه المصيبة اللي معاه ويصل لها وهي تصل أو وهو يصل إلى كل أنحاء العالم فعملية المراقبة اليومية هذه ما عادت تشطل يجب أن نحصن شبابنا وشبابنا وشباتنا بأخلاقنا الإسلامية وأخلاقنا الحميدة وكمان مرة أن الأمور تكون على بساط أحمدي تعالي نشوف إيش بتعمل وقل لي إيش بتشوف إذا يليه والله أنا شفت كده أو أنت أحياناً يسير يا أختي السائلة الكريمة العكس أنه أنت مش عارفة لكن فجأة اكتشف أبوه اكتشفتي أنت أنه الشاب أو الشاب بيشوف أشياء مخلة بالأداب وأشياء الأخلاقية وأشياء لا إسلامية إيش رديت الفعل في الغالب؟ الضرب أو تكسير الجوال أو الصراخ أو تكسير الكمبيوتر هذا لن يحل المشكلة سيعود مرة أخرى لكن لو أنت كذا نظرت له نظرة فيها لوم وعتاب وورجيته أنه هذا الشيء هو حينكسف على نفسه وتقول له يا أخي أنت بتفرج على الناس هذه العوارات البشر نحن عندنا عوارات وزي ما يمكن يحضرني الشاعر وهو الشاعر هو ظن الإمام الشافعي وعينك إن راودتك مكارها فصنها وقل لها يا عين للناس أعينه فإذا ما أنت برضو إلك عوارات وممكن الناس يطلعوا على عواراتك وفي عندنا نهي شديد من هذا الموضوع في الدين ويا ولدي ويا بنتي لا نلجأ إلى المراقبة الصارمة ولا نلجأ إلى العقاب الصارم ولا نلجأ إلى المقاطع لأن أحيانا المقاطعة تؤدي إلى أن يرمي حموله مع أقران السوء وتزود المشكلة طيب دكتور نبي نريحك شوي بدي أضيف ممكن نصف نصف ثانية الدرر الثاني إن الجوالات هذه ينطلق منها عشان قالت عصبي هي يعني كيف هو بتفرج على الأشياء المفروض بتسلة فيها بعدين بصير عصبي بصير عصبي لسببين السبب الأول لأنه في تأنيب ضمير عنده هو عارف إنه هذا الشيء غلط وهذا الشيء لو عرف أبوه أمه أو أهله أو أخواته أو إخوانه حيصدط من عينهم وحيصير هو يعني رجل أو شاب أو شابة مش مقبول السبب الثاني إن هذه الأجهزة تطلق ما يعرف بالموجات الكهرومغناطيسية هذه الموجات الكهرومغناطيسية إذا فرضنا جبنا منها جرعة عالية جدا وعطناها بالتعبير الطبيب نسميه أكيوت يعني بصورة مفاجئة تؤدي إلى سندروم يسمون الكهرومغناطيسيات متلازمة الأشعات الكهرومغناطيسية ويصاب بغثيان ودوخة وهذا لكن اللي بيحصل نحن في الجوال ما نتعرض لهذه الجرعة التي تؤدي إلى أن نرى هذا الموضوع نتعرض إلى جرعات بسيطة متكررة هذه الجرعات البسيطة المتكررة وجد أنها تزيد في إفراز الأدرينالين والأدرينالين هذه مادة كيميائية وهرمون إذا زاد في الجسم يؤدي إلى زيادة في ضوط الدم زيادة في ضربات القلب زيادة في القلق زيادة في التوتر زيادة في كل هذا إذن باختصار يا أختي العزيزة يجب ما فيش حل إلا غير أن نراقب الأمور بلطف ونتفاهم معهم بلطف حتى لو وجدتهم بيشوفوا أشياء في غاية السوء العنف والضرب والتأنيب والرفض لن يحل المشكلة ليجب أن نتفاهم معهم ونناقش معهم الأمور كمان مرة بشفافية واقعية ولا نطلق لهم العنان في أن الانترنت شغال 24 ساعة إذا أمكن ذلك الله أعطيك الله نضح لفقرة تاريخ مرض مرض السكري عرف هذا المرض منذ أيام الفراعنة حيث تم ذكره عام 1550 ميلادية في بردة إبريس وهي تعد أقدم مخطوطة علمية تناولت العديد من المسائل الطبية المختلفة ومن ضمنها مرض السكري حيث تم وصفه بالبوار الغزير والعطش وضيع الوزن وليس بباعيد عن هذه الفترة الزمنية فكان الهنود أيضا يعرفون عراض هذا المرض حيث لاحظ بعضهم من جذاب النمل لبول المريض بالسكري وكذلك بالنسبة لحضارة اليونانية فقد ورد فيها أعراض عن مرض السكري مثل العطش الشديد وغيرها ثم جاء المسلمون ومنهم أبو بكر الرازي وابن سينة وقدموا وصفا أكثر دقة لهذا المرض ولا يزال العالم يبحث إلى الآن عن علاج جذري ونهائي لهذا المرض حياكم الله مرة أخرى فيها سئلة في الهاشتاغ دكتور السلام السؤال هنا يقول كيف نتعامل مع الزوج المراحة موضوع أكبر موضوع أكبر وأخطر وكما قلنا قيل في السابق من شبع على شيء شاب عليه وأحيانا عندما يطلق العنان لإنسان لتجربة شيء جديد ولا يعرف ما هي هذا الموضوع ومدى خطورته يتمادى فيه فهناك كثير أعرف ووصلني شكاوي كثيرة من أن حتى المتزوجين يرتادون مواقع الإنترنت بصورة مبالغة فيها ويقضون الكثير الكثير من الوقت بداية غير المدار الصحية التي ممكن نتعرض لها سواء الآن وفي حلقات قادمة على الإنترنت وهي تقسم إلى مدار صحية ومدار نفسية ومدار اقتصادية ومدار اجتماعية كثيرة جدا بداية أن هناك خسارة اقتصادية عظيمة جدا للمجتمع عدد الساعات هذه لا تقول لي أن هذا من وقتي بقديم مش صحيح ما هو من وقتك لأنك عندما تسهر للساعة 12 و 11 و 1 و 2 و 3 في الليل أيا كان عملك في ثاني يوم والله ما هتشتغل كويس وهذا نهيك عن أنك صلاتك ما هتصلي صلاة الفجر وإذا صليت الفجر بالعافية الله أعلم إيش بتكون بتصلي وانت بتقول ومن ثم ثاني يوم تذهب إلى العمل وتبدأ تشقط وتنتر في الناس فأنت فقدت علاقاتك مع المجتمع وفقدت علاقاتك هذه نصيحة وجهة للإخوان مع مدراءك في العمل ومسؤولينك في العمل لأنهم لن يرضوا عن أدائك وفقدت علاقتك مع الله سبحانه وتعالى لأنك أنت على ثغر من الثغور وأنت راعي في أيا كانت مسؤوليتك وأيا كانت وظيفتك عندما تهم الأداء وظيفتك اتجاه المراجعين سواء وأحنا أولهم الأطباء سواء كانوا مرضى أو سواء كانوا مراجعين في مجالات حكومية أو شركات خاصة أو أيا كان الموضوع فأنت مسؤول أمام الله وأخيرا فقدت علاقتك مع زوجتك وأولادك أولادك سيقلدوك زوجتك ستشتكل أمرين وربما تكرهك حتى أدائك في العلاقة الزوجية لن يكون بخير لأنك ستنظر وترى أشياء أخرى تؤدي إلى وهذه دراسات مش كلامي تؤدي إلى أن أدائك الزوجي والعلاقة الزوجية لن يكون بخير وكلما تماديت كلما زادت الأمور السواء فغض البصر مهم جدا حتى لو أنك ترى في الإنترنت لا ترى هذه المواقع تقضي وقت الزيادة عن لزوم زي ما قلنا خسارة شيء مفيد أيوة حتى لو كان مفيدا دكتور فارس يجب أن يكون الإنسان حدود يعني إن لنفسك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا ولكل شيء عليك من نواحي الحياة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فأعطي كل هذه حقا حقا ما ينفع أن أترك أولادي وزوجتي أنت ثمان ساعات هذا إذا كملت الثمان ساعات في العمل وبعدين تجي لي كم ساعة بدك في التجلس أربع ساعات أقل شيء خمس ساعات طيب كم ساعة ضال في اليوم هاي خمس عشر ساعة في اليوم طيب بدك تنام ثمان ساعات ثلاثة وعشر وين أولادك وين صلاتك وين لم أخذ حمامك وين الأشياء اللي بدك تسويها ماذا الوقت يجب وهذه مشكلة كمان مرة أنا أناشد الأهل أنت عندما تبتعد عن أولادك وعن بناتك ولا تجالسهم ولا تسألهم ولا تراقبهم ولا تجيب على أسئلتهم فلا تلوم أنهم بعد ذلك إذا ما ذهبوا إلى أصدقاء السوء أو إلى الإنترنت طيب سؤال أيضا يا دكتور نسمع بمصطلح المراهق المتأخرة هل له وجود فعلا ومتى يكون ولا كمان مرة هذا يمكن بعيد عن الموضوع لكنه يقال طبعا في نظريات كثيرة جدا أنه هذا الموضوع يتم في عمر الخمسينات وربما في أواخل الأربعينات وبداية الخمسينات وأنه الرجل يبدأ ينظر إلى أنه يفكر في كما يفكر المراهق وخاصة في الأمور التي لها علاقة بالجنس الآخر ما أعتقد أن أي إنسان ذو عقل راجح وذو تربية صالحة أنه يبرر هذا الشيء بأنه عندي مراهقة متأخرة الدين أحل أنك أنت تتزوج في الحلال وحتى المجتمع يتقبل هذا الموضوع والله إذا أنت شايف أنه تريد أن تعمل لا تلوم ولا تلقي الموضوع ولا نصار في عندي مراهقة متأخرة هذا حاجة الحاجة الثانية من المواضيع الأخرى إذا أنا ما لقيت حاجتي عندك يا دكتور فارس زي ما كنا نقول للأباء قبل شوي إذا ما لقى الإجابات عندك حيروح لغيرك إذا أنا ما لقيت حاجاتي الزوجية في بيتي فأنا سأبدأ أن أنظر خارج نطاق البيت اللي أنا فيه فكمان مرة زي ما ألمنا الرجال قبل شوي يا أخوات على أنهم بقدوا وقت كثير على الإنترنت أنت كمان لو سمحتي خلي برضو لكل ذي حق حق لزوجك عليك حقا وأنت لزوجتك عليك حقا فاهتمي بزوجك كما تهتمين بالأمور الأخرى في حياتك ويعني أنا في رأيي لا يوجد ما يسمى بالمراهقة المتأخرة إلا أنه هي حابل بنعلق عليه رغباتنا دكتور دائما نحن معنا فقرة نسميها فقرة أصدقاء البرنامج هذولا من مرضى أي كان نوع المرض بس اليوم لوجود عطل في السيستم أو في الماستر أيضا ما قدرنا ناخذ إلا مكالمة مع أحد محاربي السرطان فعادة ننزل حساب مريض السرطان أو أي مريض آخر على الشاشة ونطلب من الجمهور إضافته والدعاء له فدكتور أحب أنك تشاركنا في المكالمة القادمة مع محاربة السرطان البطلة ريم الزويد أهلا وسهلا هلا بك ريم أهلا يا مرحبا بك مساء بحير حياك الله حياك الله ريم أنت من وين يا ريم من بوريجة والنعم يا مرحبا بك كم عمرك 11 ومتى جاك السرطان وين سرطان جاني عام 2000 قبل ثلاث سنوات قبل ثلاث سنوات وين بالضبط جاني في سرطان بالعمود الفقري متشجد على الحد الشوكي طبعا أنا أخذت سبت تلساب كيمو مع الإسعاعي الحمد لله موقف الكيموي لست شهور ما شاء الله بنهاية علاجي مع سرطان صبت بمرض السكر والحمد لله متشوفين شاره إن شاء الله سلامتك وغتريين أنت ريم جاك أمر علاج من خادم الحرمين الشريفين جاني أمر علاج من خادم الحرمين الشريفين ملك شهران وعندي رحلتها علاج بأمريكيا بعد أسبوع إن شاء الله إن شاء الله ترجعين بالسلامة إن شاء الله إن شاء الله نشوفك تقدرين بيعطيك مجال تقولين لي تبين تبين طبعا بقول نصيح المرض السلطان تفضل نصيحتي أنه لا تسمع للناس أن أي مرض بلتنية مستهائية المرض صالي بداية يكون بداية لأي شخص بلتنية مان شاء الله تبارك الله إن شاء الله ترجعين بالسلام ونفرح فيك بإذن الله يلا يعطيك العافية دكتور الله الوقت معنا راح بشكل سريع والله ودنا نأخذ منك أشياء كثيرة وباقي الأشياء اللي ودنا نوصلها للمشاهدين وللمجتمع بشكلها ولكن وقتنا محدود فكلمة أخيرة حبينا نسمعها منك أو توجهها للمجتمع بشكلها والله أولا أريد أن أحيي الأخت ريم التي لا أعرف كم عمرها ولكن من صوتها يبدو أنها 11 سنة فهي في شجاعة الرجال بصراحة أحييها وأشد على أيديها وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاءا كاملا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتها وفي ميزان حسنات أبيها وأمها لأني أعرف كم هم يعانون مثلها لكن هذا الشجاعة والصوت الحنون الودود كذا بصراحة تفاعل متفائلة فأشد على أيديها وأدعو لها بالسلامة وبرضو أدعو إخواني الشباب والشابات أنهم يشوفوا أن الدنيا فيها كثير من المشاكل وكثير من المصائب وكثير من مميزات الطفل أو الشاب المراهق واحدة من المميزات أن يتعامل ما بيسموها الاسترس فاكتور أو العوامل ايش بيسموها الاسترس فاكتور الضغط النفسي الضغط النفسي ما فيش ضغط نفسي منه مريض يكون في واحد عنده مرض مثل هذا المرض هذا إن شاء الله أجر بي فهي إن شاء الله يعني المؤمن الشوكة حتى يشاكها يكون له في ميزان حسناتها إن شاء الله فندعو من الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسنتها كمان مر شبابنا وشباتنا أرجو منكم أن تنظروا إلى ما يدور حولنا وأرجو منكم أن تعرفوا مدى احتياجة مجتمعاتنا العربية والإسلامية لكم فأنتم عماد المجتمع وأنتم مستقبل الأمة فإذا ضيعت هذا الموضوع في حياتكم في الإنترنت والجوالات وكذا فمستقبلنا إحنا كأمة راح وأدعو لكم الله بالتوفيق والسداد وجزاكم الله خير والله أعطيك العافية شكرا للدكتور عبد الكريم المقادمة استشاري طب الأطفال وطب المراهدين تصبحون على خير المقادمة استشاري طب الأطفال المقادمة استشاري طب الأطفال المقادمة استشاري طب الأطفال المقادمة استشاري طب الأطفال